ترابلس والشمال على موعد مع جلسة حكومية في سراء المدينة عاصمة لبنان الثانية التي طالما عانت ومعها الكثير من مدن وقرى الشمال من الحرمان وغياب الخدمات الحكومية عنها استعدت وأعدت ملفاتها ومشاريعها التي سيبتل جاهز منها على طاولة الحكومة الخميس في الثامن والعشرين من أيلول فبناء لقرار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري القاد بتشكيل لجنة فنية لتنصيق الخدمات الضرورية في المحافظات برئاسة نائب رئيس الحكومة غسان حاصماني وبعد أن تقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمحافظة الشمال في سراء ترابلس وقد اجتماع تحضري بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإنمائية فادي فواز ومقرر لجنة محمد عيتاني محافظ الشمال رمزي نهرة ورئيس المنطقة الاقتصادية في ترابلس ريال حسن والقائم مقامين عن كل قضاء في المحافظة وممثلين عن الوزرات والإدارات المعنية والاستشاري دار الهندسة شاعر ومشاركوه جلسة إنمائية بامتياز لمنطقة ترابلس بالتحديد ومنطقة الشمال عموما يلي رح تبحث أكيد كل القضايا الإنمائية الاجتماعية الاقتصادية والأمنية نحنا فينا نقول اليوم أنه صرنا على أتم الاستعداد والجهوزية لاستضافة مجلس الوزراء بترابلس ونحنا بلشنا بشمال حتى نتابع بعدها بالبقاع وبالنبطية وبعلبك الهرمر وبعكار وبجنوب بجبل لبنان ومننهيها ببيروت وأنا أولاً بدي أشكر كل ممثلين الوزراء وكل الأعضاء حول الطاولة للجهد الجباري اللي نعمل ماتيد هايدي أول مرة بتاريخ الدولة بيكون فيها المثابرة على هالاجتماعات ومنطلع بنتيج إيجابية للكل نحنا حكينا كل نواب الشمال بالويك أند كلهم واحد واحد انطلب مني احكيهم من قبل دولة الرئيس حريري وقتلهم فيه اجتماع بالشمال يوم 28 بالصراي أي شي بتكون ياه من الوزرات كسعادة النواب يكون معكم خبر تنسقوا معهم ويوم الأحد تنسق مع كل الوزراء المعنيين وإنهم فيه اجتماع بالشمال ب28 الشهر أي شي بتكون ياه على جد والأعمال منتمنى تبعطوننا ياه وخلال الاجتماع عرضت اللجنة والاستشار دار الهندسة المشاريع التي ستطرح على جلسة مجلس الوزراء والتي تقدمت بها الوزرات والبلديات في اجتماعات سابقة ليصار إلى جدولتها وتنظيمها وإرسالها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي بدورها ستقوم بتحضيرها ليصار العرضها في الجلسة المخصصة لمحافظة الشمال المشاريع هي مشاريع تبدأ من البترون وتنتهي في آخر محافظة الشمال من ضمن طبعا المنية والضنية والكورة وترابلوس بشكل أساسي المهم بالنسبة لمدينة طرابلوس هو أن استكمال المشاريع التي مخططة لمدينة طرابلوس وجميع المشاريع التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء هي المشاريع التي دراستها منتهية وجاهزة للتنفيذ نحن نتوقع أنه هالمشاريع التي توحدت كلها من ضمن دوكيمون واحد أنه ينعرض جزء منه على مجلس الوزراء ويصير فيه أما تأمين تمويل إضافة لأله أما تسهيد بتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية التي هي معرقلة بمكان ما أو لتمويل محلي لبعض المشاريع المحلية الصغيرة نتمنى أنه يتأخذ أكبر عدد من المقررات لأنه نحن يعني إذا بدك الترابلسية والشمالية حطين أمل كتير كبير على هالمجلس البوزراء طبعاً يعني في تركيز على البنية التحتية كتير اللي عنا فيه منطقة تضم الفرز وزيتون ترابلوس وبستين ترابلوس كمان البنية التحتية كلها بدها تأهيل من بنية تحتية وتزفيد طرقات وأرصفة وعن الدائر الغربي بده استكمال بعد والدائر الشمالي اللي هنه بيحلوا أسم كبير من أزمة السير بطرابلوس هي واحدة من خطوات استعادة الثقة خصوصاً وأن عدداً كبيراً من المناطق ينتظر منذ زمن حضور الدولة ومشاريعها في الثامن والعشرين من أيلول الحالي يعقد مجلس الوزراء جلسة في عاصمة الشمال ترابلوس مفتتحاً بها سلسلة من الجلسات التي ستعقد في كافة المحافظات اللبنانية في مبادرة إنمائية تشهدها الجمهورية للمرة الأولى في تاريخها من ترابلوس شرب العبود تلفزيون مستقبل